اكتوبر السنة دي بيقول لنا خلي السلاح صاح سلاح ايه؟ سلاح العلم، سلاح العمران، سلاح حب البلد دي خلي ابنك يتعلم انه هو عنده سلاح اسمه ايه؟ ان البلد ده اهلها طيبين وان البلد اهلها كمان بيحبوا بعض ان البلد دي مبشرهم صلى الله عليه وسلم انهم في الرباط خلي السلاح ده صاح قرب من ابوك قرب من ولادك قرب من زوجك احنا لما نتكلم على ان احنا لازم نقف قصاد نسب الطلاق احنا نتكلم عشان ده نوع من انواع حماية المجتمع نوع من انواع الرباط المجتمعي فيه رباط في المجتمع ده لازم كلنا نتمسك به احنا لازم حياتنا تبقى فاهمين ان التحديات بتزير بتظهر المعدن الحقيقي للمجتمع وهو ده اطمعنا الجندي ان بيظهر معدنه في وقت التحديات في تحديات او في تحديات والتحديات هتظهر ايه هتظهر اجمل ما فينا تعالوا كلنا في اي مكان انا وانا بكلمكم دلوقتي انا وانا بتكلم في الفتوى وانا بتكلم في اي مجال من المجالات انا بحس ان انا لازم صدري يبقى مفتوح لكل اي رصاص ممكن يتجه لناحية المجتمع اذا انا ما عاشتش كده يبقى انا مش فاهم يعني ايه وطن الوطن ده مش بس ارض الوطن غطى وسطر الوطن ضلة والوطن نعمة الوطن بركة الوطن فتح الوطن مدد ومش هقولكم اسألوا الناس احنا يكفينا النعمة اللي احنا عايشين فيها واي نعمة لابد ان هو يحافظ عليها اذا كنت في نعمة فرعها فتعالوا نرعى نعمة ربنا ان احنا نشكر نعمة الوطن بان احنا نعيش في جندية المجتمع كلنا في هذا المجتمع جنود فالحمد لله على درس اكتوبر والحمد لله على نعمة النصر والحمد لله على بركة مصر يا رب العالمين اكرمنا واجعلنا من اهل هذه البركة على الدوام يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة